بسم الله الرحمن الرحيم راح نكمل اليوم في الجزء الثاني من المحاضرة اللي بعنوان اليوم راح نحكي عن الجزء الثاني من الأسلاك أو من محاضرات أسلاك تقويم الأسنان الجزء هذا راح يكون عبارة عن تطبيقات عملية عن أسلاك تقويم الأسنان للي ما بعرفني أو ما حضر معي أنا اسمي فراس عليان بحدثكم من مدينة رامالله في فلسطين مدينة رامالله لمن لا يعرفها تقع على بعد تقريبا 15 كم شمال القدس الشريف نحن من المحاضرة الماضية حكينا أنه بدنا نجاوب على هدول الثلاث أسئلة وبتمنى أن كل واحد فيكم بعد ما يحضر المحاضرتين الأولى اللي حضرناها الأسبوع اللي فات ومحاضرة اليوم أنه يقدر يجاوب على هدول الأسئلة ويصير يقدر يجاوب لأي زميل ويقول له إيش أنواع الأسلاك اللي بدنا نستخدمها أمتى منغيرها؟ أمتى المراحل اللي منغير فيها؟ والأهم من ذلك ليش؟ يعني إيش مبررات استخدام السلك الفلاني أو السلك التاني في كل مرحلة من مراحل التوقيت التقويم قبل ما أبدأ بالمحاضرة في مجموعة نقاطك مهمة جدا لازم نحطها ونأكد عليها عشان أن تكون نوخدها بعين الاعتبار لما منحكي عن المحاضرة وعن الأسلاك التقويم في المحاضرة النقطة الأولى زي ما أنتوا شايفين للوصول من النقطة A إلى النقطة B هناك عدة طرق واحدة تنتين تلاتة أربعة خمسة وليس دائما أقصر الطرق هي الطريق الصح أحيانا قد يكون أن الطريق الأطول تؤدي إلى نفس النتيجة ويكون برضو أسهل وأحسن ولكل شيخ طريقته فأنا اليوم رح أعطيكم طريقة استخدام الأسلاك طريقة تبديلها حسب رؤيتي وحسب خبرتي اللي صلها تأثيرا 15 سنة في مجال تقويم الأسنان وحسب كثير من المحاضرات اللي أنا حضرتها مع كثير من جهابذة اخصصين تقويم الأسنان في العالم من دوكيو في الشر إلى سان دياغولوس أنجلس في الغر اللي حكيناه الأسبوع اللي فات في المحاضرة الأولى عن صفات الأسلاك تقويم الأسنان هي عبارة عن فاكس حقائق علمية يعني أنه قساوة الأسلاك الأسلاك الأسنان والكوبالتكرونيوم أقوى من الـ TMA وأقوى من النيكل تيتانيوم هاي حقيقة علمية ولكن اللي إحنا اليوم بدنا نحكيه عن طرق العلاج في الـ Straight Wire Appliances اللي هي الإشي الأساسي اللي بدنا نحكي عنه هي عبارة عن طرق في العلاج كتب فيها واختراها مجموعة من التكاترة إحنا راح نأخذها ونحاول أنه نمشي على ناحشهم طبعا الـ Straight Wire Appliances أول واحد كتب فيها هذا الإنسان اللي اسمه أندروز لورانس أندروز كل واحد فينا يجب أن يكون ممتن لهذا الإنسان لأنه هذا الإنسان عمل إشي أو هذا الدكتور عمل إشي رائع جدا هذا الدكتور جاب 120 موديل حلل فيها الأكلوجين لإطباق ووصل لإشي سمى Normal Occlusion أو Ideal Occlusion الإطباق المثالي وحط هدول النقاط اللي أنتوا شايفينهم أنه يكون عندنا المولار relationship بكلاس 1 أنه ما يكون فيه Rotations أنه يكون فيه Tight Contacts وفيه عندنا flat or slight curve of space وسماهم أندروز The Six Keys to Normal Occlusion هاي المقالة هي من أهم المقالات في تقويم الأسنان الحديث نشرت في عام 1972 يعني قبل تقريبا خمسين سنة وأنا بنصح أو بحكي ضروري أي واحد يشتغل في Straight Wire أغلبنا بيشتغل فيها لازم يقرأهم ويفهمهم لازم يشوف مدى العبقرية عند الإنسان زي هذا اللي قاعد يحلل الأكلوجين ويحكي عن Normal Occlusion ويحكي عن أشياء بالفعل لما أنت بتشوفها ويكتبها يعني بتقول كيف هذا الإنسان كان عبقري لما عملها والأهم والأخطر إن هو هذا الرجال اللي هو أندروز حول هذا الوصف للإطباق المثالي وحوله إلى البركت زي ما أنتوا شايفين وعطانا اللي هي من قوله الـ Re-Adjusted Brackets يعني حولنا جوه للسلوت تبع البركت عملنا الـ Inclination والTipping والAngulation والTorque بحيث إنه إحنا نقدر نستخدم Straight Wire Appliance في عملاجنا طبعا الطريقة اللي بلشها أندروز بالـ 1972 زي ما أنا سمعته بعدين إيجا رونالد روف كمل عليها ثم إيجوا جماعة الـ MBT اللي هو مكلافلين و بينت و ترافيزي كملوها طبعا أغلبنا هاي الأيام طبعا أندروز بلشها ولكن الأندروز الكتات تبعته أو طريقة البريزز تبعته كانت الحاصرات تبعته كانت صعبة لأنه كان يعطي عدة حاصرات لعدة أماكن و عدة كتات و كانت صعبة إيجا روف و اختصرها كتير وأعطانا Angulation والTorque وأعطانا المتوسط هذه الحالات ثم بعد هيك إيجوا جماعة الـ MBT في منتصف التسعينات و طوروا عليها زادوا الترك شوي زادوا التلت ولكن أنا متأكد أنه الآن 95% من اللي بيسمعوني بيشتغلوا يا إما نظام روث يا إما نظام الـ MBT والنظامين يا إخوان نفس الإشي في اختلافات بسيطة المهم أنك أنت تعرف تستخدمهم وهون في 2007 يعني قبل 13 سنة كنت تحضر بمحاضرة أو مش محاضرة هي دورة كاملة للدكتور بنت ووقعني على نسخة من هذا الكتاب اللي هو اسمه Systemized Orthodontic Treatment Mechanics هذا الكتاب يا إخوان بنصح كل واحد فيكم يقرؤه أي واحد يجتمع Straightware Appliance لازم يقرأ هذا الكتاب ويتعرف عليه كتاب بسيط لطيف ممكن خلال أسبوع تقرأه وتحصل على نتائج رائعة لما أنا بحكي يا إخوان عن Straightware Appliance افهموا وركزوا معي أنا ما بحكي عن Demon System Demon System نظام عظيم أنا بستخدمه كتير ولكنه Biomechanics والWires مختلفين إلى حد كبير عن Straightware Appliance وهذا نظام منفصل أنا بنصحكم أول شيء تتقنوا Straightware Appliance وتعرفوا بعدين إذا حد تتعلم الديمون هو نظام مختلف فيه إلو ميكانيكس وأسرار وطرق مختلف في العلاج كمان أنا ما بحكي عن System اللي فيهم Large Loops احنا بنحكي على Straight Wire Appliance يعني بدي وير واحد مستقيم لأنه زي ما قلنا قبل شوي اللي بالطور والتيب كل إشي بروغرامد أو بالقاعدة فإنت بس بدك تستخدم Straight Wire في أحيان تحتاج إلى شوية Loops شوية Pints في النهاية عشان تعمل عملية الفنشينج فأنا اليوم ما بحكي على ديمون ما بدي يجي حدا يقول لي أنت يا دكتور بتحط حالة ديمون حطك فيها Early Elastics مثلا وأبين كويل سبرينج على وير لايت هذا موضوع تالي أنا بحكي اليوم على Straight Wire Appliance بحكي على NBT System بشكل عام مهم جدا أنه إحنا في القرن الواحد وعشرين في سنة 2021 إن شاء الله تنعاد علينا وعليكم بالمحبة والسلام بتمر علينا نحكي أنه إحنا بتقويم الأسنان بدنا نغير الصورة النمطية على تقوين الأسنان لأنه الناس كتير بتفكر بتقويم الأسنان اللي كانوا يحضروا مسلسل أقلي بيتي أو الرسوم إنه أسلاك كتير ووجع كتير ومشاكل كتير ولوبس كتير زي هيك زي ما إنتوا شايفين أنا مش عارف المريض هذا كيف بدو يوكل أو كيف بدو نظف إسنانه 80% من الحالات ويمكن أكثر تستخدم يعني وير مستقيم بدون بنت ولا لوبس وبأغلب الأحيان وير واحد في تم المريض في نفس اللحظة مش أكثر من وير عشان لازم نحاول وكيبة سيمبل بدنا تكون أمورنا بسيطة وسهلة عسان تأدي إلى نتائج منيحة ولكن يا إخوان إحنا صح بدنا إياها سيمبل بس في عنا أساسيات لازم نتقيد فيها وأهمها إنه إحنا لازم كيون عنا براكت بوزيشنين يعني إحنا قلنا قبل شوي إنه كل إشي مبرمج جوه لبريسز جوه حبت لبريسز هاي دي سلوت الميلان التب فلازم عشان نحصل لنتائج وبدون ما نعمل لازم يكون موقع على السن صحيح مئة بالمئة ولازم نركز في مرحلة الأولى اللي هي مرحلة إذا ما كان موقع السريم كل بروغرام ممكن يتخلخل ويخرب والشتغل الثاني على الرغم إنه إحنا منحاول إنه من الجلس الأولى إنه نحط براكت بموقعها السليم والصحيح ولكن في كثير من الأحيان وأنا لا أبارغ إنه 80% أو أكثر من 90% من الحالات إنه نعمل إشي منيحكي له براكت ريبوزيشنينج يعني لازم نطلع على براكت بعد مع الصير الألائنين والليبنينج وراح نكتشف أكيد إنه في بعض مش قاعدة بمكانة صحيح ولازم نعمل براكت ريبوزيشنينج أحيان مرة ومرتين حتى نصل إلى الموقع الصحيح أساس نوخذ الإشي اللي بتنياه من والشتغل الثاني إنه في بعض الحالات ما بكفي فيها السليم ما بتكفي الموقع في بعض الحالات نحتاج إلى ميكانيكيات معقدة في حالات معقدة تحتاج إلى ميكانيكيات معقدة وتحتاج إلى مثلا التادس البراغي الجراحية تحتاج إلى أسلاك ثانية تحتاج إلى معاملة خاصة بس هاي لا تكون أكثر من 20% من الحالات ولازم نتذكر دائما وأبدا إنه في حالات صعبة في حالات معقدة بحاجة إلى أشياء زيادة إلى تقنيهات جيادة ومش غلط إذا أنا كدكتور أسنان ما بعرف أعالجها إنه أحولها على الدكتور اختصاصي تقويم الأسنان هو يعملها النقطة الثالثة اللي بدي أحكيها إنه أنا بكل اليوم اللي بحكيه بالأرش وير سيكوينسي والأرش وير سايزي بحكي على سلوت 22 حكينا المرة اللي فاتت إحنا إنه في عنا سلوت اللي برايسس 22 أو 18 وحكينا إذا بتتذكروا إنه 18 وال22 هي تعني السهم الأحمر اللي هون اللي هو vertical distance للبركت سلوت وحكينا إنه 22 يعني 22 بالألف من الإنش و18 هي 18 بالألف من الإنش اليوم أنا لما بحكي على 2 على أي وير سيكوينس أنا بحكي على 22 ما بحكي على 18 مش معناته هذا إنه 18 غلط إنه 22 صح لا أنا بشتغل على 22 وبصراحة حسب أنا ما بشوف 80 إلى 90 بالمئة من أطباء الأسنان تقويم الأسنان الحديثين بشتغلوا ب 22 ليش من السلوت 22 أحسب من 18 حسب رأيي طبعا لأنه الانيشال الانيشال الالاينج آش وير أسهل توينجيش لأنه حجم السلوت أكبر ممكن أستخدم سلك الرقم 18 في الإيري سبيس كلوجر أن أوبنينج وهذا راح نحكي عنه كمان شوي والأهم من ذلك وهو أهم إشي إنه في المرحلة النهائية في الوركينج آش وير بقدر أستخدم الواير اللي هو 19 بـ 25 بينما في السلوت 18 أقصى وير بقدر أستخدمه هو 16 بـ 22 وكما قلنا المرة الفاتت كلما زاد حجم السلك اللي هو 19 بـ 25 أقوى واستفق أكثر من 16 بـ 22 وبالتالي بقدر أحافظ على الـ بصرش عندي بايندينج بصرش عندي فأنا اليوم أي إشي بحكي بحكي عندي 22 اللي بستخدم 18 له كل الإحترام والتقدير بس بده إيش ينزل شوية من أحجم الأسلاك عشان يكون لأنه حجم السلوت أصغر فبدي أنزل من السلك أقل شوية النقطة الرابعة اللي بدي أحكيها إنه إحنا وهذا أهم إشي بدي أحكي لكم إياه اليوم إنه أهم إشي إنه إحنا لما منشتغل جهاز التقويم إنه الإنبوينت تبعتنا اللي بدنا نوصل لها آخر إشي في عمل جهاز التقويم هي إنه بدنا يكون إنه إشي اسمه ثري دايمينشينا الكنترول يعني عنا بده يكون تحكم ثلاثي الأبعاد على كل سن بسنه كل سن موجود في الأرش، كل طحونة موجودة في الأرش لازم نكون ماسكينها ومتحكمين بها لازم يكون عنا تحكم ثلاثي الأبعاد وزي ما حكيت لكم هديك المرة وزي ما بيحكي كوزي إحنا آخر إشي هدفنا إنه نوصل الأسنان عشان يوصلوا للسلك التسعتاش بخمس وعشرين ستانلستيل ويمشوا عليه زي ما بيمشي هذه القاطرة على سكة الحديد تبعتها فكل سن هو عبارة عن مخطورة قاعدة بتمشي على السلك اللي هو التسعتاش بخمس وعشرين الأرش والأهم من ذلك النقصة قاعد هذا القطار هو أنت كطبيب أسنان وأنت كدكتور تقويم أسنان أنت كدكتور تقويم أسنان يجب أن تسيطر على كل حركة في حركات الأسنان أثناء التقويم في أي لحظة من اللحظات يجب أنت تكون لما تطلع الأسنان على السلك تكون أنت مسيطر وعارف أنه هذا السن تحرك هيك أو ما راح يتحرك هيك أو تحرك بالاتجاه الثاني هذا الأمر مهم فالكنترول الثلاثة الأبحاث مهم جداً وأنت من يجب أن تتحكم به كتير بنبسط لما أنا هذا السلك التسعتاش بخمس وعشرين زي ما إنتوا شايفينه الأسنان معلقة فيه في المراحل الأولى بكون السلك هو معلقة على الأسنان لكن لما نوصل للويرجينج آرش واير التسعتاش بخمس وعشرين زي ما إنتوا شايفين بهذا السلك شايفين لمعته الأسنان زي ما إنتوا شايفين معلقة فيه تعليق ممكن تتحرك عليه بكل الرحية كما تتحرك الخاطرة على سكة القطار وهون بدأ أرجيكم هذا المثال الصغير هاي الحالة اللي فوق لحالة إجت عندي لمريضة في نهاية مراحل التقويم يعني هاي بدأ تخلص تقويمها ما هي التسعترول نهائياً؟ قائد القطار في هذه الحالة الدكتور اللي هو بصراحة غير مسيطر لاحظوا على الأنجوليشن هون لاحظ على الأوبين بايت لاحظ على الكروس بايت واضح إنه الدكتور يمكن يكون عنده كان مشكلة أصلاً في الكريك من تبلال وهي المشكلة الثانية إحنا ما اللي نحكي عنها اليوم بس إحنا في النهاية إنتا ما بدأ تطبق الخطة تبعتك لازم تكون عارف والقارنوه يا إخوان بالحالة اللي تحت لاحظ هاي الحالة برضو قاعدين نعمل هون لاحظ كل سن قاعد مكانه كل سن متحكم فيه ممكن يجي واحد يقول يا دكتور هذا اللترال طالع لبرة يحتاج إلى بقر روتونك وأقول لك حاضر بس أنا في النهاية نقدر نعملها بكل أريحية المهم إنه إحنا مسيطرين على الحالة بشكل كامل وعارفين شو منعمل ومدامنا إحنا مسيطرين نقدر نتحكم بالأسنان ونحركهم بالطريقة اللي بدنا إياها حتى نصل إلى النتيجة اللي بدنا إياها لاحظوا هاي نتائج الكارثية اللي بتحصل لما يكون ما فيه لاحظوا هادول حاولوا يشدوا بدون سلك ممكن المريض غاب فترة طويلة لاحظ كيف صار هون لاحظ كيف الروت طلع لأنه ما فيه ثري دايمينشنال كنترول على الروت لاحظ هون عمله شدوا على لاحظ كيف صار فيه صار فيه تبينج صار فيه خسرنا كل إشي لازم يكون عندنا يا إخوان لازم أنت كطبيب أسنان يكون عندك ثري دايمينشنال كنترول للحالة حكينا المرة اللي فادت أنه العوامل اللي تتحكم بالقوة اللي بعطيها السلك ثلاث عوامل حكينا التكنس كل ما زادت كل ما زادت القوة اللي بعطيها السلك وبالتالي إحنا لازم أن نتطور بالتدريج نبدأ بسلك رفيع بعد أن ندخل على سلك خمية حكينا على ال Link كل ما زادت طول ال Wire أو المسافة بين ال Brackets اللي هي ال Inter Bracket Distance كل ما زادت هاي المسافة كل ما كانت القوة أقل عشان هيك حكينا أنه لازم في المناطق اللور انسايزرز ندير بنا لأنه ال Link تبع السلك التصير وآخر إشي حكينا على المواد وحكينا أنواع المواد اللي هي بتعطينا القوة وحكينا على السريح كيف ننمر عليهم أنه ال Stanley Steel الكوبات كرونيوم بيعطوه أكثر من TMA وأقل واحد نيكل تيتانيوم أقل واحد بيعطينا قوة هو نيكل تيتانيوم أكثر واحد بيعطينا ستاند ستيل الرينج العكس النيكل تيتانيوم الرينج الليوني مجال الليوني تبعه أكبر بكتير من TMA أكبر كتير من ستاند ستيل مهم جدا للشغل الثالث مهم جدا لما حكينا عن القوة كلما اتجاهنا من الستاند ستيل الستيل للتام ايه للسوبر إيلاستيك نيكل تيتانيوم وهون ضفط لكم الثيرمال نيكل تيتانيوم أرش وير وزي ما بسموه جماعة الام بي تي بقوله عنه هانت اللي هو هيت اكتيفيتد نيكل تيتانيوم كلما انزلنا من الستيل الستيل للتام ايه للسوبر إيلاستيك للثيرمال كلما قلت القوة وكلما زادت الليوني وهون ملاحظة كبيرة مهم جدا اللي راح تواجهنا بعد شوي انه دائما الثيرمال ارش وير بيعطي قوة اقل من السوبر إيلاستيك ارش وير الثيرمال بنيع لو وجينا بسيلك سوبر إيلاستيك ارش وير حجم نفترض 14 وثيرمال حجمه 14 الثيرمال بيعطينا قوة تقريبا الثلثين ستين لسبعين بالمية من القوة وانا من هلأ بحكيتكم اللي بديستخدم ثيرمال ارش وير ثيرمال ارش وير حلوين كويسين ولكن فيهم مشكلتين المشكلة الاولى انهم غاليين اغلى من السوبر إيلاستيك ارش وير على العلم انهم ما بيعطوا كتير ادفانتج اكتر والشغل الثاني والمهمة انهم بيعطوا مقدار قوة اقل وشغل الثالثة المهمة انه صناعتهم اصعب والتحكم فيهم اصعب فاذا بدك تستخدم ثيرمال نيكل تيتانيوم لازم تستخدم اشي امرتب ومنيح ومن شركة معروفة وانا انصحكم بالكبر نايتاي الكبر نايتاي هو افضل انواع ثيربل نيكل تيتانيوم والان فيه بحدود مش بس ارم قدامهم بطلعوه فيه خمس ست سبع شركات بطلعوه حكينا المرة الفاتتة انه كلما تقدمنا في العلاج من المرحلة الاولى للمرحلة الانترميديا للفاينال المرحلة في العلاج راح نحتاج قوة اكبر ستيفنس اكبر ورينج ليونة اقل مهمة جدا هاي اول اشي في المراحل الاولى منحتاج ليونة كبيرة وفي المراحل الاخيرة منحتاج قوة واكبر هلا الارش ويرز عنا ثلاث انواع من الارش ويرز او ثلاث مراحل في علاج تخويم الاسنان المرحلة الاولى هي الالايننج اش ويرز بعدين بيجي الوركنج اش ويرز الارش ويرز هلا راح نبدأ نحكي فيهم واحد ورد تاني ونشوف ايش تطبيقاتهم كلما اتقلنا من الالايننج اش ويرز للوركنج اش ويرز للفينيشنج اش ويرز بيكون بدنا قوة اكبر وليونة اقل سي ما حكينا عبر شوي في مراحل العلاج اولى بدنا ليونة وقوة اقل في المراحل العلاج الاخيرة بدنا قوة اكثر وليونة اقل هاي الاشياء الضرورية اللي نعرفها اول ايش نحكي عنه اللي هما في بدايات مراحل التخويم المراحل الاولى زي ما بتعرف اقول منكم اللي منقولها اللي هي المرحلة اللي زي ما انتم شايفين في اول يوم منركب فيه البريسز منركب السلك اللي هو الالايننج اش ويرز وبيكون زي ما انتم شايفين السلك فيه اعويجاجات حسب هو بيتبع اعويجاجات الاسنان ومع الوقت هذا السلك بده يصير مستقيم اساسي حرك الاسنان اللي هو الالايننج اللي هو اول سلك بنحط وهدف هو انه نعمل الالايننج وليفننج انه يخلي الاسنان على صدر واحد مستقيم في مين اللي هو في الالايننج وليفننج بشيل الروتاشنز بشيل الاختلاف في المستوى العمودي اساس نوصل الاسنان وزي ما احكيت لكم قبل شوية انا هدفنا في النهاية انا اقدر اركب السلك على الاسنان مستحيل اقدر اجي اركب على الاسنان عوجة ومتباعدة وفيها اختلافات بالشكل هذا فاول ايش انا نركب اللي هو الالايننج اللي هو الالايننج بدي افكر بالصفات التالية سي ما احكي انا بدنا استفنس قليل عشان ما يعطيني قوة كثير لان انا بدي قوة بالاسنان الامامية بحضوط خمسين جرام بالاسنان الخلفية مية وخمسين جرام مش اكثر ولا اقل فبدي سلك يكون مش قاسي وبيدي يكون السلك قوي عشان ما يسلش فيه بير من الديفورميشن عشان ما يتكسلش ومهم جدا انه يكون السلك اللاي وفي Long-Working üупot انا وابدا يا اخوات اما نستخدم انحوا انحوا ي اضفاع اذا نستخدم النيكلتيتانيوم power tiIT anytime اذا اطلاق المريض وضعهم قولهم matt اذا اقملكم افكر ذلك في مشكلة في الصناعة في مشكلة في التخزين في مشكلة في الالوي النيكلتيتانيوم hi ما بصير يكون فيه بالطريقة هاي لازم زي ما حطيته بتم المريض لما تشيله وتحطه على البنش يرجع مستقيم تم تماماً بدون أي وبدون أي مشاكل مهم جداً وعشان هيك منصحكم دائماً بالنيكل تيتانيوم يا إخوان ما تسترخصوا خدوا إشي منيح خدوا من شركات معروفة وعليها كنترول وتعطيكم نتائج منيحة لما بدأ حط مهم جداً أنه يكون فيه عندي فراغ جوه لسلوت تقريباً أربع ميل يعني إحنا نستخدم سلوت 22 زي ما حكينا أقصى ممكن أستخدم اللي هو الثمنتاش إنه أقصى إشي طبعاً ما نستخدم ثمنتاش إحنا راح نبدأ بأقل من ثمنتاش بس أقصى إشي لو واحد يستخدم هو الثمنتاش لازم يكون عندنا شوية إنترا براكت ديستانس جوه براكت شوية فراغات عساس يقدروا الأسنان يتحركوا الشغل الثاني لما بحط الانلايينك آش واير في الجلسة الأولى لازم نعمله في كل السلوت ديستال يعني من الناب للسادس أو للسابع لازم يكون الواير ويل انجاجد ماسك جوه السلوت عليه الليكتشر ماسك يمنح بينما في المنطقة الأمامية زي ما انتو شايفين بهاي الصورة مش ضروري كل والانجاجد يمكن هون أحد زميلنا أنا أخذت صورة من صفحة لأحد زملائنا يعني الأسنان مش كتير عوج ممكن كان نعمل هون فل انجاجمت ولكن إذا الأسنان فيهم ممكن نعمل اللي هو هون منقول له البارشال لايكيشن ما منعمل فل انجاجمت وهي مهمة أو يعني إنها بتريح المريض ما بتعمل وجع من خاصة في المراحل الأولى من التقويم لما بيجي الشهر الجاي ممكن أشدله إياه وأعمل فل لايكيشن أنا برأييها وهي مسألة تعتمد على المريض على حساسيته على البنفرشولت تبعه على أنت رغبتك كطبيب أسنان أنك تريح مريضك وما تعمله مشاكل وهذا طبعا إيش بيكون إنك تمشي ببطوء وبهدوء في العلاج وأنصح يعني إنه ممكن الواحد يفكر فيها منيح الشغل الأخيري هون إنه إذا عندك سن سفير بمالبوزجنت أو سفيريكارل يعني سن بعيد عن القارش بسبب بالإزدحام الشديد أو السن بلقت في مكان بعيد لازم تبايباس ما بهاي المرحلة هاي ولا كأنه موجود بس إذا أنت بتقدر تحط عليه بركت تحطها ما بتقدر تحط عليه بركت إنسى منعمل بعدين نفتح الوساع وبعدين منشبغه هلأ نحكي عن هذا الموضوع إن شاء الله إيش الخيارات اللي عندنا عشان نستخدمها للأللايينج آرشوير الفيرست أللايينج آرشوير عندنا هدول الثلاثة يائما مالتي ستراند ستانل ستيل وأنا حكيت لكم المرة الفاتت عنه إنه هذا السيليكس الرخيص ولكنه فعال في هاي المرحلة خاصة في المايد والمودرات كراودينج إذا سبير لقه سبير لازم ننتقل للنيكل تيتانيوم وزي ما حكينا النيكل تيتانيوم في حالة 22 لا بنقدر نبدأ في الـ 14 سوبر إلاسك نيكل تيتانيوم اللي حاله بتكون يعني فانتازي بديوا يستخدم الثيرمال آرشوير اللي هم الهيت اكتيفيتد آرشوير زي ما قلنا لأنه بيعطي أول أقل بدي أزيد من الحجم عشان أعوض الأول أقل وهيك الـ MPT جماعة الـ MPT هم بيبدو بـ 16 ثيرمال آرشوير أنا شخصيا يا إخوان إذا فيرست أللايينج آرشوير ما باستخدم إلا الـ 14 سوبر إلاسك نيكل تيتانيوم آرشوير وأرى أنه سلك فعال ورائع وكافي 14 نيكل تيتانيوم آرشوير is the first the best initial آرشوير إذا بدك تستخدم بس مش أكتر من 16 كبداية إخوان ملاحظات يجب أن نبتعد عنها في حالة الـ آرشوير ممكن يجينا دكتور الملاحظة الأولى يقول لك أنا أخاف على مرضاي فبدي ما أوجعوش فبدي أخفف عنه ما بدي 14 دكتور أنا بدأ أستخدم 12 عشان يعطيني قوة أقلوا يتحركوا الأسنان أحسن طب أقول له يا أخي أنه 12 سلك كتير صغير وبالتالي راح يعطيك مقدار قوة قليل وهذا قد تكون هذه القوة غير كافية لتحريك الأسنان وغير كافية للتغلب على الفريكشن الاحتكاك اللي راح ينتج على الـ المثبتة على السن واشتغل الثاني أنه في 12 المسافة جوه الـ سلوب تاعت الـ راح تكون بحدود 10 ميل مساحة كبيرة ما راح يصير عندنا الـ للـ فأنا بحكي حتى بالـ إحنا التفاقنا قبل شوية السن اللي بغيد السن اللي كثير هذا أصلا أنا ما راح أشبكوه وما ندي أشبكو لازم أفتحه فراء أول بعدين أشبكو فأنا ضد استخدام الـ 12 بقول 14 الشغلة الثانية والمهمة جي كتير يا إخوان never and don't move quickly to the next wire هدول الـ هي أسلاك ذكية جدا وفيها طاقة كبيرة أنت بتحقها وخليها تشتغل على مهلها ولا أبالغ إذا قلت لك خلي المريض أول جلسة أو أول زيارة ييجي بعد شهرين إذا ما عنده مشاكل ما فيه إشي ينكسر ما فيه يعني أنت توافق أنه راح يكون منيح وراح يتابع النظافة ما بدك تشوخه يعني ما فيه داعي تشوخه شهرين is good two months is good وممكن يجي تلاقيهم في الـ أنت إذا طبعا إحنا منحب نشوف المريض كل شهر بصراحة أنا ما عمري ما بحركنا مريض شهرين بس بيجي المريض بشير السلك من تمه بمسحه وأطني فيها كحول عشان أتأكد أنه نضيف أتأكد أنه ما فيش فيه برجع مكانه first aligning ash wire مش لازم يععد وأي wire أنت بتستخدمه مش لازم يععد أقل من شهرين على الأسنان يعني لا أذكر نادرا نادرا أني أكون غيرت جلستين ورا بعض wireين الشائل لازم دائما وأبدا wire يقعد على الأقل جلستين والـ unlining ash wire لازم يقعد على الأقل شهرين إذا بصراحة شهر وجيت لعيته وخلص معناته أنت كنت متأخر يعني لازم ممكن تستخدم سلك أكبر أو تضطع المرحلة اللي بعدها الشغل الثالث اللي ما تنصح فيها وشفت بعض الإخوان بيعملوها ويبقين بالزمنات كنا نعملها أنه أنا ما بدي أنقل المريض مألات كبيرة فأنا ببدأ بسلك 12 الشهر الشهر الجاي من الدب 14 بعدين في سنة 16 كل شهر بنغيره سلك بالتدريج وهذا يعني كتير بعمل بالسلاك وبالوقت للدكتور أنا برأيي 14 nickel titanium لاحاله كتير بعمل وهذا آخر إشي وهي النقطة مهمة جدا ما بصير على الـ 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 أنه نستخدم بعمل أو 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 لأنها هاي الأسلاكة رفيعة ممكن يصير عنا ممكن يصير عنا الـ الـ اللي ما بدنا إياها ممكن يصير عنا ممكن يصير عنا في حالة الإلسك سيأتي واحد يقول لي دكتور بس أنت هديك اليوم حطيت حالة ديمون تستعمل فيها Air Elastic بقول لك في الـ It's a special system نعم نستطيع أن نستخدم Air Elastic ولكن أنا اليوم يا إخوان برجع وأكد بحكي عن الـ عن ما بحكي عن الـ في هذا السيستم لا أنصح باستخدام إنترمجزلة الأساس خاصة إذا كان هيفي الـ ممكن نبدأ فيها وبعض الزملاء بيبدوا فيها في هاي المرحلة ولكن إذا بدك تبدأ فيها مهم جدا إنك تراقب الحالة وما يغيب المريض فترة طويلة الشيء الثاني إنك ما تعمل اكتر من نص براكت ويت يعني إذا بدك توسعه مش أكتر من هاف براكت ويت في هاي المرحلة ولا تدعو الله إنه ما يصبح عندك مشاكل حكينا إحنا في الحالة اللي هي مايد ومودراتي كراوديك ومنحط الـ super elastic arch wires بنعمله full ligation على الإسنان الورى partial ligation على الإسنان قدام زي ما بدكوا بيبدأ الأمور تمام ولكن ماذا سنفعل في الحالات اللي فيها severe crowding أو severely displaced tooth سن بعيد زي ما انتو شايفين هاي الصورة من الكتاب تبعنا systemize عند اللاترال blockت جوه كيف بدي أعمل في هاي الحالة أول إشي بنعمل زي ما حكينا بنحط الـ هذا السن البعيد ولا إنه فيه ولا كأنه موجود نهائيا مش موجود بنبعد عنه بعدين ننتقل إلى select 18 stainless steel round 18 stainless steel بنحطه وعلى هذا السلك بنقدر نعمل عملية التحريك بنعمل open coil spring أو should ligation بنفتح فراغ لهذا السن لما ينفتح فراغ زي ما انتو شايفين هون بنحط عليه bracket و بنشبكه بالـ select الـ نرجع للـ select الـ 14 و بنحطه و بنشبكه و بنبدأ ينحركه هاي الحالة أو هاي الصورة حطناها الأسبوع اللي فات وأسالت الكثير من الحبر وحبيت أنا أني أحكي فيها وهاي الصورة يا إخوان فيها تاريخ عشان هيك بدي أحكيها وتحملوني فيها الدقيقة بس فيها تاريخ عشان ببين لنا كيف الأمور بتتغير وكيف الأمور بتتطور وكيف إنه إحنا نتعلم من أخطاء تاريخ هاي الصورة يا إخوان بالـ 2005 التقطت هاي الصورة لما أنا كنت أعمل للـ والتدريب تبعي للتقويم في هذا المستشفى هذا المستشفى اسمه بوث هول Children's Hospital في شمال مدينة مانشستر في بريطانيا في الـ 2005 في هداك الوقت بالـ 2005 كان بدايات طلعة الـ وكان بدايات طلعة الـ اللي هو السلك الحراري اللي هو مضاف إلي النحاس في هديك الأيام كنا نعني إحنا هدفنا أو كان الفكرة إنه فيه وير كبر نايتاي بتقدر تطعجه كل هالمقدار وبيعطيك قوة ثابته وبتقدر تحطه على الأسنان خاصة جماعة الديمون أيامها كانوا جديد وطالعين بقوة وإنه هاي يحطوا هون وبيمشي فإحنا كنا وهاي الحالة زي ما أحبت لكم صورناها في المستشفى وعملناها لمريضة على أساس بدنا نشوف إنه قديش منقدر نتني هذا الـ لأنه هون بالنقاط هاي اللي أنا أحط عليها دوائر بصير فيها إشي ما أحبت أنا أحكي عنه هديك المرة بس بصير إشي اسمه منقول عنه Stress Induced Martensitic Transformation لما بتتني الـ بالطريقة هاي وبالكمية هاي بصير فيه تغيرات في تركيب الذرات داخله بتأدي إلى ارتفاع الـ AF تبعته لحرارة التغيير وبصير الـ Wire والسلك في المنطقة هاي في الزات بصير أطرة وهذا إسمه Stress Induced Martensitic Transformation فإحنا عيامنا حطيناها عساس نجرب هاي القصة ونشوف كيف ولكن هذا زي ما قلت لكم هذا سلك كان جاي جديد كنا حيبين نجربه بشبغه بهيك بالولد أو الشاب اللي إجي أبوه أعطاه سيارة بتسوق لحد 250 كيلو بالساعة وطلع على الطريق الصحراوي فبنجرب السيارة فبننجربها طلع بالطريق الصحراوي ده عسى 150 200 250 هب ولما على أول مفرأ أو على أول جونشين عمل حادث وهذا اللي صار معنا يومها بالفعل هذا السن هون طنع هذا السن ما طلع وطلعنا نحط أو بنكول اسبرين نرجع على ورا فهذا تاريخ يا إخوان انتهى والتغير الآن وزي ما هذا المستشفى اللي إحنا دربنا فيه الآن أغلق من 2009 أغلق الآن هاي الشغلة مستحيل نعملها وخطأ نعملها لأنه ما بيطلع هذا السن مدام ما فيش إلوه ساعة مستحيل يطلع الصح يا إخوان زي ما انتهى شايفين بهاي الحالة هاي الحالة ما نفترض هون عنا امباكتد كي ناين جوه لواب بحط أول إشي الـ 14 نيكل تيتانيوم بعمل لالآرش بعدين بنتقل هون للـ 18 ستاند ستيل راوند ستاند ستيل زي ما انتهى شايفين وبحط الأوبين كول اسبرين بوسع فراغ لهذا النماء هلا وسعت فراغ هايو كشفنا عنه حطيت البوتن ولاحظوا هون عملت إشي من قوله ديستانت لايكيشن رجعت للـ 14 نيكل تيتانيوم الأولاني وما شبكته مباشرة بالسن لأ بعمله هايو بعمله شوية بند وأنا لا أنصح أنه يكون أي بند أقل أكتر من 2 ميلي في أقصى حوالها 2 ميلي في كل مرة ولاحظوا هون هايو السلك سحب الناب شوي شوي المرة البعدها منركب عليه ونرفعه لمكانه مقلاقة لأنه بنتحكوا عن هذا الموضوع أنه أنت ما بتقدر تعمل زي ما أنتو شايفين هون زي ما كنا نعمل بالزمنات لأنه بصير عندنا عملية مش المسألة مسألة وير بنتعج وبيعطيني قوة متساوية ما اختلفنا ولكن بصير عندنا عملية هون بايندين يعني الوير بحشر مع حفة البراكت وبالتالي بتصير الحركة مش سموث ومهم جدا نركز على موضوع أنه لما يكون السن بعيد حتى أنا بعد ما أوسع له فراغ يا إما بدي أعمل بارشال لايجيشن يعني بعمل زي ما أنتو شايفين ما بحط الوير جوه لستوت لأنه راح يصير البند كبير ما بدي أتنيه أكتر من 2 مليميتر فبعمل بارشال لايجيشن هون أو بعمل إذا من السن السبعيد زي ما هي هاي الحالة بعمل ديستانت لايجيشن عن طريق الوير لايجيشن ها برضو الاتنين مليميتر اللي حكينا عنهم موجودين هلا راح يصحبوا الاتنين مليميتر لما يجي الشهر الجاي برجع أعمل يا إما ديستانت لايجيشن يا بارشال لايجيشن المرة البعدها بقدر أدخل الوير جوه لسلوت فالمسألة بتحتاج إلى شوية كنترول وشوية كوم في الموضوع هاي الحالة برضو من الأشياء اللي كتير منشوفها بيجينا اللور سنترال إنسايزر فيهم كراودينج زي ما أنتو شايفين فهونا أول إشي بنعمل اللاينينج وليبينج وهدولا السنين البنص اللي هم سيفير لي كراودد ما منصيبهم ولا منتعرف عليهم بإشي نوصل لطمانداش ستانلستيل منحط الأوبين كويل سبرينج فتحنا بنعمل طبعا هون كيف بدنا نجيب الفراغ يا بدي نعمل إكسبانشن يا إما بدي نعمل استريبنج بهاي الحالة عملنا استريبنج بصراحة هون بالأسنان هون وهون فتحنا الفراغ زي ما شايفين هاي الأوبين كويل سبرينج على 18 ستانلستيل كيف بتقدر تعرف إنه هذا 18 ستانلستيل مش 14 أول إشري حجمه واضح كبير الثاني اللمعة اللي فيه مستحيل يكون نيكل تيتانيوم في هذه اللمعة اللي انتو شايفينها هون فتحنا وسع هلأ بنرجع لأربعة عشر نيكل تيتانيوم الأولاني من ركبه ومنعمل ليفلينج وبتصير الشغلة سهلة وبسيطة وما حطينا إكسيس الفورس على الأسنان هاي الحالة الأخيرة بدأ أعرضها موضوع ليفلينج والأللاي من عندنا حالة سيفير كراودينج شوف اللاتر على هذا جوه بلوكت والكناينات برضو كتير إنكلاينت بكلي قررنا نخلع الروابع زي ما هنتو شايفين بنبدأ أول إشي بالأربعة عشر نيكل تيتانيوم أرش وير وزي ما حكينا السيفير لي مال بوسيجين تيت هاي هذا الأبرار الهيه وفتلاترال التولا وارلاترال ما صبناهم ولا حطينا عليهم إسلاك بس حطينا عباية الأسنان وصلنا لمرحلة الثمنطاش ستاني ستيل زي ما انتو شايفين الثمنطاش ستيل هون طبعا النقطة هون مهمة أحكيها على الاربع عشر نيكل تيتانيوم بنبلش بعملية اللي بنقولها اللي سباك اللي هو بنحط وير لأي شغل نربطه من السكس للكنين عشان نبدأ عملية التبينج لكنين بتقدروا تقرؤ عنها بالكتاب مهي مش طريقة حديثنا اليوم أو منقدرنا نعطينا محاضراً لاحقاً على 18 ستانلستيل برضو لسه ما صبنا الأسنان اللي بعيدة يا إخوان ولا طبينا فيها بلشنا بالتحرك هون وبنكول سبرينج عشان ندفع الناب لورة زي ما إنتوا شايفين بالفك السفلي بلشنا نسحب النياب لورة عشان نوسع مكان للترالز هون على 18 ستانلستيل هون ستلاحظوا استخدمنا الباور تشين عشان نبدأ نسحب بينما بال 14 ستاني وممنوع باور تشين ممكن تستخدم الوير لايجيتشر اللي هو اللي سباك بعد هيك بنرجع لل 14 كالتتانيوم الأولاني نفس السلك يا إخوان ما منعيد ما منجيب سلك جديد كل مريض عندي أنا في العيادة لما بيجي بيبدأ بالتقويم بنفتح له مغلف مكتوب في عليه اسمه بنخلص السلك لل 14 كالتتانيوم بنحطه فيه لما نخلص السلك اللي بعده بنحطه فيه إذا احتجنا نرجع للسلك الأولاني لأي سبب من الأسباب حب نكسرت حب نغيرناه بنرجع للسلك الأولاني كتير بيوفر عليكم وكتير مهم هلأ منيجي فتحنا وسعنا هاي الحالة برجعنا لل 14 كالتتانيوم حطينا البريكتز وشبكناهم كلهم لاحظون ولاحظة إنه اللاترال البريكتز لأنه اللاترال الداخل لجوه بنحط البريكتز منقول له أبسايد داون عشان نبدأ نعمل أو نعمل بقل روت تورك أوف ذا لاترال عشان ما يضل الروت لجوه هاي برضو من التقنيات تدي طلعوا فيها الام بي تي بعدين خلص هاي احنا وصلنا لل 14 أصبحت الحالة زي ما انتو شايفين الآن حالة سهلة وبيصير بنقدر ننتقل للارش اللي بعده هاي هو هون حطينا الارش اللي بعده اللي هو 18 و 25 نيكل تيتانيوم والأمور ماشية بالفك العلو على فكرة الفك السفلي لسه بال 14 تأخرنا شوي لانه بده مور هاي العمليات الروتيشن لهدو الاسنان وزي ما حكينا لكم السيليك هون أو اللاترال بريسز محصوظة أبسايد داون وعملينها ويرلايجيشن عشان ناخد فول اكسبريشن للتورك لاحظوا كيف انتقلنا بالحالة من حالة سفير كراودين مش عارفين وين نودي الأسنان لحالة هلا بس بده نعمل عملية هلا امتى نحكي انه السيليك انتهى شغله لما نرزع نلاقي السيليك صار مستقيم راح فيه كل الانثناءات وصار رجع لشكله طبيعي لما السيليك اللي أنا بدي أحطه بعده بقدر يدخل في جميع السلطات بشكل كامل ودائما وأبدا بركز على السن أسوأ سن في القرش أبعد سن كان عن السيليك كيف صار وضع السيليك السن هلا هذا السن اقترب للقرش ووضعه صار مستقيم برضو منتطلع مهم جدا عن الروتيشنز انه هل هذا السيليك حل كل الروتيشنز وأهم اشي زي ما حكينا عبده شوي ما تستعجل في تغيير السيليك الأولاني بالذات أعطي راحته أعطي حريته انه يعبر عن نفسه خليه يعبر هذا السيليك خليه يطلع كل الطاقة اللي مختزنة الشيب ممرئ اللي حكينا عنها هديك الضرة خليه يطلعها ويحكي يعبر عني باله يا عمي خليه وانا متأكد انه راح يطلعك نتائج منيحة ودائما وابدا ما تستعجل لا تستعجل لانه اي استعجال وكثير مرات احيان واحد يستعجل بحبنته على السيليك البعضه لأي سبب وبعدينه وبعدينه يضطر يرجع للسيليك الأولاني بلاقي انه السيليك الجديد ما قدر ياخد دخل كل الطاقة ما قدر يعبر عن حاله لانه السيليك الأولاني منيه السيليك اللي بعده طرف من اللي مختزنة اللي بلينك اللي هو منقوله بكطب لانه اه الانترميديت اي paid off او بقولوله ببعض الكتب السكند an illining اي 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 الوظيف الاولى بده ينيه ما بده به السيليك الاولاني اللي هو بده يبدئ يكمل بالع том المان수� dimensional ويخلص اي rotation ضلت لأنه يمكن السلك الأولاني بخيل 80% إلى 90% من الروتاشن بيظل آخر إشيء بالروتاشن لازم يكملهم فإذا هو بدينهما السلك الأولان بدي يبدأ عمليات جديدة وأهمها أنه بدي يبدأ الروت توركين لأن السلك الراوند يا إخوان زلت تعرفوا أنه بس حركاته تبينك بس بينما لما أنا بحط سلك مربع جواد سلوت بيصير يضرب باتجاهين بيعمل لي مومنتم بيبدأ يحرك بالروت يشتغل الثاني للإنترميدات الرشوير اللي هي الـ Vertical Control اللي هو في حالات الـ Deep Bytes والـ Open Bytes بيبدأ يتحكم فيها وآخر إشي بنبدأ فيه بيستجد الـ Correction بعد ما نبدأ نبدأ نقدر نستخدم الـ Medium Elastic أو Light Elastic ممكن نبدأ شوي نصلح في علاقة التواحين والأنياب وهو بيحضرنا هذا السلك الـ 18 و 25 نيكل تيتانيوم الرشوير بيحضرنا للسلك الجاد من النقاط المهمة اللي بحكيها دائماً وأبداً أنه أنت تغييرك من الـ 14 نيكل تيتانيوم إذا نطلت الـ 18 و 25 نقطة مرة واحدة أحياناً قد يكون بأنفل على المريض في هذه المرحلة وأنا برأيي هي من أصعب وأكثر مراحل مؤلمة للمريض لأنه بيكون ضغط هذا السلك على الجذور كبير الـ 18 و 25 نيكل تيتانيوم إذا بدك تستخدم Its Activision"; بتك تحط 19 و 25 بس ما تحط 19 و 25 لأنه كثيراً أوي يستخدم 18-25 نكيل تيتانيوم أو 19-25 هيداكتيفاتي زي ما انتوا لاحظين هاي الحالة بلشنا فيها بلشنا بليفلينج و ألايين هلأ صار عنا هذا السيليك بدي يبدأ يعمل عمليات التورك عشان يحضر لاستقبال القائد العظيم المظفر السيليك 19-25 ستاند ستيل اللي يبدو يعمل ويزبط كل الأمور ويشيل كل المشاكل هذا هو 19-25 هو السيليك العظيم هو السيليك اللي بدي يعمل زي ما قلنا لازم يكون هو سكة القطار اللي راح تمشي عليها كل الأسنان بكل سهولة ويسر 19-25 ستاند ستيل هذا السيليك بدي نكمل عليه ونكمل عليه بدي نصلح عليه ونسكر كل الفراغات ونصلح المولر والكينين بشكل كامل هذا السيليك لأنه ستاند ستيل وقوي وقاسي وصلب بيحافظ لي على الارش فورم بيحافظ لي على شكل الارش قد ما استخدمت قوة ما بتغير شكل الارش هذا السيليك بيساعدني على التحكم في المسافة العمودية في حالة الديب بايت بيحافظ على توازي الجدور السيليك هو 19-25 ستاند ستيل هلأ أنا باقرب الأحيان باستخدم الارش و 17-25 ستاند ستيل ولكن أحيان ألجأ الى 18-25 ستاند ستيل خاصة في الفك السفلي لأنه بحثة 19-25 اوي كثير وآسي كثيرا خاصة على اسنان السفلي فممكن إنك تنزل على 18-25 ستاند ستيل اللي فريكشن أقل 19-25 سلكي كثير قاسي ديكتاتوري كتير وقازي كتير ولازم تكون شغالي بأول كتير باللعنينج نيفلينج في الفيرست آرشوير والسكند آرشوير عشان يركب التسعتاش بخمس وعشرين بكل قوة وبكل هدوء التسعتاش بخمس وعشرين آرشوير يا إخوان زي ما حكينا ستانل ستيل هذا السلك فيه ستيفنس قوي قوي كتير تقدر تعمل فيه بينز الفريكشن اللي احتكاك فيه إلى أقل مستوى وتقدر تزيد وتلحم عليه أي قطعة والسلك اللي ستانل ستيل بلا شك تعرفوا جميعا أنه أرخص بكتير من أسلاك النكل تيتانيوم آرشوير أهم شي قلنا مئة مرة وعاوم نعيدها لألف مرة لازم يكون ثري دايمينشينا الكنترول لازم الأسنان كلها تطلع عليها تلاقيها معلقة بالسلك وبتمشي عليه ومهم جدا أنه هذا السلك يكون باسف يعني أنت تمسك اللي بلاير تبعك يتمشي من اليمين يسار يمشي بهدوء يمكن أول مرحلة أو أول جلسة تركبه بصراحة يكون فيه شوية تنشين لأنه بديعمل شوية ترق ويكون فيه أشياء لسه بدنا نكملها فأول جلسة يمكن ما تقدر تحرك الواير بسهولة جوه الجلسة الثانية والثالثة لازم الواير تمنسكه بلاير يتحركه يتحرك بكل أريحية وعساس تأكد أنه ما فيه فريكشن زي ما قلت لكم لازم يكونوا الأسنان معلقين عليه تعليق هذا السلك عشان نبدأ بعملية الاسبيس بلوجر والكينائن ريتراكشن في الخلع يائما منقدر نعمل سن سن مثلا هون نسحب هنا خالعين فات نخلع الفور نسحب الفور بعدين الكينائن أو أنه نعمل الإشي اللي منقوله الانماس ريتراكشن اللي هو نسحب الأبر الانتيرياز كلهم مع بعض الست الأماميات زي ما انتوا شايفين نسحبهم إطعه وحده وأنا بحب دائما على الواير لاي جيتشار على السلك الاسبنان الستين دائما أستخدم من الواير لاي جيتشار خلص ما بدأ أغير الاستيكس وير لاي جيتشار أول إشي أنضف وأحسن والأهم أنه الاحتكاك أقل يعني هذا السلك أو الواير لاي جيتشار ما بيسمح ما بيكون في احتكاك مع السلك الكبير وبيمنع بيعمل لك ثري دايمينشينا الكنترول بيمنع أنه السن يختل أو يصير في بايلينك هاي مثال على الكينائن ريتراكشن خلعنا الفور نسحب الكينائن عن طريق الريتراكشن لورا إذا ما كنت معطي سلاك قوية وعمل ثري دايمينشينا الكنترول هذا بيصير تبقى للكينائن بيصير بيصير وهذا الحكي اللي إحنا ما بدنا إياه إحنا اللي بدنا يصير فيه عندما أعمل كينائن الكنتركشن هيك إنه يرجعوا الاسنان هيك زي ما أنتو شايفين ثري دايمينشينا الكنترول برجعوا الأسنان بشكل متوازي الروتش متوازي ما إنت عامل كنترول على الهوريزنتل على السجد البلين إنت عامل كنترول على الهوريزنتل ما بصير ديميلينج للبايت وهي اللي حقوا عنها جماعة الام بي تي وسموها رولر كوستر إفكت هذا الرولر كوستر اللي هو تبع مدينة الأنعاب إنه بتصير إعوجاجات زي ما أنتو شايفين لما بتعمل بلوذر للس بيس كيناين ريتراكشن على السيليك الطري مش عامل ثري دايمينشينا الكنترول بتصير الرولر كوستر إفكت هيو بصير إنحناء فوق بزيد الكاربوب في سبي بصير ديبنينج للبايت ما بتسكين الفراغات زي ما أنتو شايفين هاي الحالة يعني بيعمل ريتراكشن على السيليك رفيع لاحظ قديش صار ديبنينج للبايت لاحظ قديش صار تبينج للكيراين ديستالي 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 ما بدنا نشوفه إحنا إحنا بدنا نشوف أسنان متوازية جذور متوازية بدنا يكون عندنا كنترول على كل إشي نصيحة لوجه الله عمرك ما تسحب كناين خاصة في الخلع والقلع على سوبر إلاستيك وير زي ما حكنا لكم الكناين رح يروح ديستالي الكناين رح يلف ما رح يكون كنترول البايت رح يصير فيها ديبنينج رح يصير كيرو في سبيز دي رح تخسر الآن رح تلاقي السلك أو السنان كل لابسة على بعض رح تخسر كل إشي ما رح تتحكم زي ما قلنا إحنا يا إخوان بدنا في النهاية نتحكم بالأسنان ثري دايمينجينا لنقدر نعرف كل سنين بدو روح قبل ما يروح وكيف رح يروح ونتجنب أي حركات أو أي حركات لا مش موجودة أو ما بدنا إياها لازم نكون عارفين ونكون متوقعينها وبالتالي نتعامل طبعا نتعامل معها الوركينج أفوير ونبدأ عليهم الانتر منزلة الالاستيكس الهيفي اللي هم الستة أو الأربعة أوز نقدر نبدأ بكل أروحية سواء كلاس 2 أو كلاس 3 ونقدر له بنقدر نركب عليهم هنا مثلا المركب الـ تبع الأمريكان أورثودونتكس اللي هم نركب عليه الفيكس فانكشنال أبلايانس عندك سلك قوي بتقدر تركين عليه 19 و 25 سلك قوي بيرتكن عليه وبيعطيك كل إشي أنت بدك إياه وبيعمل لك فل إكسبريشن للتورك وبيحافظ على الأرشفورد مهم جداً نحافظ على الأرشفورد في هاي المراحل من العلاج في حالات الديب بايتس إخوان نفس السلك 19 و 25 ستانلستي اللي بنعمل فيه الـ عشان نعالج العضة العميقة طبعاً فيه موجود اللي هو الريدي ميد الـ نيكل تيتانيوم تعرفوا بصراحة أنا لا أحب استخدام أنا أحب استخدام 19 و 25 ستانلستيل أو إذا بدك ممكن تستخدم 18 ستانلستيل وتعمل فيه أما الريدي ميد نيكل تيتانيوم مشكلتهم إنه ما تقدر تتحكم بمقدار البند اللي بدك إياه الشتغل الثاني بتخاف إنه المريض يغيب فترة طويلة وهم راح يضلوا يشتغلوا بحكم إنهم نيكل تيتانيوم وبالتاني ممكن يتحول المريض من ديب بايت وأنا هاي مرة صار معي مريض غال فترة طويلة اكتشفت لقيته صار أوبن بايت ونرجع نعالج أوبن بايت فأنا بس أحب استخدام استخدام 19 و 25 ستانلستيل زي ما هو بهاي الحالة لاحظوا هنا الديب بايت لهاي المريضة يعني سنانك لاحت تقريباً مش باينين بلشنا بسسلك 14 ثم 18 و 25 نيكل تتاني ولما وصلنا للستانلستيل اعملنا الكيرف أو فس بي زي ما انتم شايفين هون ودخلنا جوا لهذا بعد طلع بعد تقريباً شهرين أو ثلاث بتيجي المريضة شوف البيت انتقلت من هون عندنا تقريباً 90% من اللور انسيزر هون تقريباً صارت edge to edge 19 و 25 طبعاً بس لما تك تعمل البنت هاي بدك تضيف بقل روت تورك للأسنان عساس ما يستيرش عملية بروكلايناشن للور انسيزر اخر اشي رح نحكي عنه وهو ال finishing arch wires اللي هم ال wires اللي بدنا نفنش عليهم الحالة اللي بدنا نخلص عليهم الحالة اللي بدنا نحط عليهم لمساتنا الأخيرة لهاي الحالة ال finishing arch wires لها عندنا 18 round stainless steel نفسه اللي استعملناه في إغلاق الحالة في فتح ال spaces نيجي بنستخدمه نعمل عليه detailing بعض شوية rotation tipping زي ما قلنا شوية pins ممكن نحتاج نعمل عليه اذا بدنا شوية تورك للاسنان خاصة مثلا لما يكون عندنا بلوك تيث وخاصة اللاترالز فنستخدم عليهم TMA 1925 TMA roadtorking زي ما حكينا 18 round stainless steel بنعمل عملية sucking of occlusion هون بنعمل عملية وضع ال Vertical elastic أو Box Elastic وممكن في المراحل الأخيره اشيل السلك في مراحلة الفور و الفايف سيما شايفين هون آطوة ودستشل 59 وبحط اخلي المريد يلبس ب box elastic او زي ما حسب غض وخصة اللاترالز بين النسان عند بقى CGM El beta 2 حكينا انه هذه المرات باستفنس تبعه بقدر اعمل عليه بسهولة بسهولة أكتر من السنان ولكن مشكلته أنه غالي، والشغل الثاني والأهم أنه خشم، أو مش خشم بلاش خشم، معامل الخشونة فيه عالي كتير، وبالتالي لا ينصح بعمل أي سلايدنج ميكانيكس عالي لاحظ، لاحظ، تقدر تعمل عليه البنت، سكر العاضة، هذا الحجمات تقدر تعمله على الستاندستيل، أو بكون صعب كتير، وبعطي قوة كبيرة مؤلمة ومزعجة للمريض الـ TMA، نفترض هذا السن أنا عندي كان داخل لجوه، أو tipped lingually، بدي أطلع على بره، بعمل first order bend، وبركبها عليه كتير كتير بيعط نتائج سريعة وفعالة إذا عندي single root torque، هذا اللترال كان جوه على فكرة، كان بلوكت، طلعته لبره، بس حسيت أنه الـ Roots لجوه، فباجي هون بحط الـ TMA زي ما أنتو شايفين، بعلمه بالألم، بعدين بجيب هاي التوركينج أبلاينز، بمسك مكان هاي علامة الألم هون، وفيها التوركينج أبلاينز، فيها هاي العتلة اللي هي بتعمل التورك، بعمل شوي بقل root torque، وزي ما انتم شايفين، بعرفش هون إذا واضحة أو لا، بيصير عندي التورك هون بهذا السري في منطقة اللترال، من ركبه، وهون أنا حطيت كمان عليه شوي توركينج سبرينجس، عشان يساعدوني ويعطوني النتيجة بشكل أسرع، أنا آسف طولت عليكم، ولكن في نهاية هاي المحاضرة، أنا بقولكم والرسالة اللي أنا بدأ وصلها لكل زميل فيكم، أنا بهمني أنك أنت تكون كابتن قوي، قائد قوي، مسيطر على جميع الأسنان، في كل مرحلة، في مراحلة التقويم، بغض النظر عن السلك اللي أنت بتستخدمه، لازم تحس حالك، لما تمسك المرور، وتطلع جوا تم المريض، إنه كل الأسنان وسيطر عليها، عارف وين رايحة، ومن وين رايحة، ومن وين جاي، عشان نلخص الفكرة، في تمانين بالمئة من الحالات، تمانين بالمئة من الحالات، اللي هي الحالات المتوسطة وقليلة الصعوبة، ما بحكي على السفير كيسز يا إخوان، عنا في تمانين من الحالات، نستخدم الفيرست اللاينينك آرشوير والأربع طارش سوبر إلى السيك نيكل تيتانيوم، إذا عناك راودينج أو مالبوسشنك التول، نستخدم الثمنتاشر الثاني نستيل، عشان نفتح العضة أو نفتح الفراغ للأسنان، أو نبعدها عن بعض، نفتح سبيس، بعدين منرجع للأربع طارش نيكل تيتانيوم بعدها، بعدين ننتقد للتمنتاشر بخمس وعشرين نيكل تيتانيوم آرشوير اللي هو السيكت اللاينك آرشوير، وآخر إشي للتساطانش بخمس والأهم أن تكون مسيطراً على هذه الحالة من ألفها إلى يائها، أتمنى أني أكون جوابت على هاي الأسئلة اللي حكيناها، إنه إش الوائر بنستخدمه، إمتى وإمتى بنا نغيره، ليش؟ كتير رح أكون سعيد أنكم كونوا عرفتوها، الريفرانسيز الأساسية اللي أنا بلجأ إلها أو الريفرانسيز، ولجأت إلها في المحاضرة، وممكن كل واحد فيكم يلجأ إلها هدول الكتابين، وبالذات الـ Systemized Orthodontic Treatment Mechanics، الـ MBT، هذا الكتاب يا هدول الكتابين يا إخوان موجودون عندي BDF فايل، إذا أي حدا معني أبعت له إياهم، please send me your email، بعتوا للفريد الإلكتراني، وأعيدكم بإني أبعد لكم، جميع الإخوة اللي بعتوا للأسبوع اللي فات على الـ articles، بعتتلهم إياه بلا استثناء، please contact me on my email هايو، drfrasa.hotmail.com الفيسبوك تعرفوه مهو إحنا موجودين عليه، and please، اللي بيحب، please follow me on my Instagram، drfrasa عليّ، إحنا الإنستغرام عندنا نشيطين عليه، منعمل أشياء كتير، منعمل أشياء كتير، منعرض حالات كتير للتقويم الأسنام، منشتغل كتير هاي الأيام على الـ digital dentistry، digital orthodontic، intraoral printers، 3D printing، وأي حدا عنده أي استفسارات أو أسئلة إن شاء الله راح نجاوبوا عليها، أتمنى الفائد للجميع، وممكن نصب نعمل محاضرات كل فترة وفترة، تصبحون أخير، إن أعجابك الفيديو لا تنسى الأعجاب والاشتراك في القناة، وتفعيل جرس الإشعارات كي يصلكم كل ما هو جديد، ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة